والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الجزاء من جنس العمل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء من جنس العمل وكثير من الآيات القرآنية تشير إلى أن الجزاء من جنس العمل وفي السنة النبوية الشريفة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسى مؤمنا على عريين كساه الله من استبرق الجنة ومن سقاه على ضمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة الجزاء من جنس العمل وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر فلما مات قال الله تعالى نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه فنصوص كثيرة في السنة الشريفة تقول إن الجزاء من جنس العمل فهذا الجزاء من جنس العمل أصل عظيم ترجع إليه كثير من أمور الحياة الدنيا والآخرة ومن جملة ذلك قولهم من جبر جبر فمن مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وصاحب المعروف لا يقع فإن وقع وجد متكأ ترجمة نانسي قنقر